موسيقى بسم الآب والبن والروح القدس آمين أحد السادس من زمن الصليب أحد الثاني عشر من زمن آليم وصليب لبنان بعد انفجار أربع آب أقرأ من إنجيل ربنا سوع المسيح للقديسة لوقة الذي بشر العالم بالحياة لغة 18-18-27 سأل يسوع أحد الرؤساء قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا لا أحد صالح إلا واحد هو الله أنت تعرف الوصاية لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك قال الرجل هذه كلها حفظتها منذ سباي ولما سمع يسوع ذلك قال له واحدة تعوزك باع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات وتعالى اتبعني فلما سمع الرجل ذلك حزن حزنا شديدا لأنه كان غنيا جدا ورأى يسوع أنه حزن فقال ما أصعب على الأثرياء أن يدخلوا ملكوت الله فإنه لأسهل أن يدخل جمل في خرم الإبرة من أن يدخل غني ملكوت الله فقال السامعون فمن يقدر أن يخلص قال يسوع إن غير الممكن عند الناس هو ممكن عند الله حقا والأمان لجميعنا أحدا مبارك على جميع أخوة وخياتي هل أحد الإنجيل بغض النظر لأي كنيسة عن بقر الإنجيل إنما هو إنجيل للكنيسة كلها سوا وهو إذن عن الملكوت يدور الإنجيل في هذا الأسبوع حول موضوع الملكوت ويبدأ بهالقصة يلي تصدم نوعا ما واللي لا طالما صدمت الناس بمعنها إذن يسوع أحد العلماء أو أحد الرؤساء بالأحرى جاي يسألوا شو بدي أعمل تحت الأخلاص ما بيقلوا مثل ما قال للفرسي يلي سألوا الكاتب إنه أحبب الرب إلهة فوق كل شيء وأحبب قريبك كنفسك هون بيقلوا الوصايا اللي هني لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور وأكرم أباك وأمك دخلوا بعد الأدبي هو إكرام الوالدين قالوا إنه عملهم كل عمره فالمغزة من هالإنجيل أصابوا الوطر الحساس يسوع قالوا بدك تخلص روح بيع كل شيء بتملكه تعتبعني بده يطبعه لوين هيدا السؤال وليش ما بيع هالزالة من كل شيء وتبعه نقطة الأساس أخوتي وأياتي أنا بدي حتى بمعنى الملكوت مفهوم الملكوت عن يسوع المسيح معنى الملكوت ومفهوم الملكوت هو الطفولة يلي يسوع بده يقول دعوا الأطفال يأتون إليه وخاصة بده يقول لني قديموس من لم يولد من جديد لا يدخل ملكوت السماوات إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات هذا الرجل يمثل جماعة الأشخاص والبشر يلي كبلتوا الحياة بالأملاك والرئيسات والسلطة ففقد الطفولة من هو الذي يتخلى بسهولة عن شيء لكلمة حلوة ولبسمة حلوة هو الطفل بتجربوا مع أي طفل ترك حبيبي هايدي وعطيها أو تخلى عن هايدي بيتخلى بسهولة الطفولة هي ما يتخلى هذا الإنجيل بحط بين قوسين دور الرجل البالغ والرجل البعد عنده طفولة الطفولة مستعدة تتخلى والمعنى من الكلمة أنه أن يدخل جملهم في خرم الإبرة هيدا صار مفهوم ومشروح كتابيا أنه خرم الإبرة هو كان باب صغير بهويك الأورشالين بالصور تابعه لا يدخلوا إلا الجمل هو زحف فمعناته من لا يتواضع لا يدخل ملكوت الله يسوع عم بيقول له إذن أن يدخل جمل في خرم الإبرة هو أن يتواضع ويعود إلى الطفولة فيدخل ملكوت الله وقتلقلوا له مين بيخلص قال لهم ما هو صعب عند الناس ممكن عند الله يرجع بذكر يسوع بالمعمودية وبالعودة للطفولة الولادة الجديدة مغزى الملكوت هو الطفولة ويسوع دعه الرجل الغني أنه يتخلى عن كل شيء من تعقيدات الحياة ويرجع للطفولة هذا اللي كان صعب على هذا الرجل يعمله تيدخل الملكوت وَاللَّهَ مَا كُنْ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر